من تذيك المعتاد بأهم الأحداث والأخبار الرئيس عبدالفتاح السيسي ألقى كلمة بالأمس بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 72 لثورة يوليو المجيدة وقال إن ثورة يوليو المجيدة رسخت دور مصر الفاعل في محيطها العربي والأفريقي وإسهمها الكبير في الدفاع عن حقوق ومصالح دول الجنوب في جميع قارات العالم وهو ده اللي حفظت عليه مصر من خلال دور نشط وقيادي في المحافل الدولية المختلفة صحيح كمان أيضا سيد رئيس قال أيضا إن مصر ستعمر المرحلة الراهنة المضطربة إقليميا ودوليا وستواصل تقدمها ومسير تنمياتها وبناء دولتها بما يحقق تطلعاتنا جميعا في وطن حر وكريم ومستقبل مشرق لجميع أبناء الوطن بسم الله الرحمن الرحيم شعب مصر العظيم أتحدث إليكم اليوم في الذكرى الثانية والسبعين لثورة يوليو المجيدة اليوم الذي تحيي فيه مصر وشعبها الأصيل ذكريات أيام خالدة غيرت طريق مصر والمنطقة فأنهت الاستعمار الطويل وأرخت لاستقلال مصر الفعلي وسياداتها وألهمت شعوب العالم ودفعت جهودهم نحو التحرر الوطني وشهدت تاريخ لثورة يوليو بدور وطني وتحرري امتدى ليؤسس المكان الرفيعة لمصر المستقلة وهذه اسمها في ذرة عالية عربيا وإفريقيا ودوليا ولعل من عادات وتقاليد الشعوب العريقة وعلى رأسها الشعب المصري العظيم التدبر في دروس التاريخ وعبره والتعلم من الماضي بإنجازاته وانكساراته وانتصاراته وعثراته لضمان السمر مسيرة التقدم الوطني وتحقيق المصالح العليا للوطن ولقد تعلمنا من دروس ثورة يوليو وتجربتها عدم التفريط أبدا في الاستقلال الوطني وصون قرامة الوطن ومواطنيه وبزل أقصى الجهد تحت جميع الظروف لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئة الأكثر احتياجا كما رسخت ثورة يوليو المجيدة دور مصر الفاعل في محيطها العربي والإفريقي وإسهامها الكبير في الدفاع عن حقوق ومصالح دول الجنوب في جميع قرات العالم وهو ما حفظت عليه مصر من خلال دور نشط وقيادي في المحافل الدولية المختلفة وتوكبت مصر مع تغيرات الزمن فانفتحت على العالم وجهدت لتحسين قدراتها الاقتصادية والاستثمارية والعمرانية والصناعية واندمجت في منظومة التجارة العالمية مع التركيز الدائم على حماية الاقتصاد الوطني بقدر المستطاع من تقلوات الاقتصاد العالمي وصدماته والعمل من خلال منظومات متكاملة وفاعلة على توفير الحماية الاجتماعية اللازمة كما حفظت مصر على أرضها وسياداتها والسقلالها وأرسلت سلاما قائما على العدل واسترداد الأرض مع التمسك الرازق والثابت بعقوق أشقائها ومصالحهم وخاصة الأشقاء الفلسطينيين وحماية قضيتهم العادلة من التصفية والعمل المكسف لمساندة حقهم المشروع في الدولة المستقلة ذات السيادة شعب مصر الأبي الكريم إن الواقع الإقليمي والدولي الراهن يفرض على مصر وغيرها من الدول تحديات جديدة وأوضاع مركبة فما بين زيادة التوتر والمواجهات الجيوسياسية على مستوى النظام الدولي إلى ما يعانوا منه المحيط الإقليمي من انتشار الحروب والصراعات والاقتتال الأهلي وتمزق بعض الدول وانهيار مؤسساتها والأوضاع الإنسانية الكارثية وانتشار المجاعات والنزوح بالملايين تضيف هذه الظروف غير المسبوقة أعباء هائلة على مصر لا يخفف منها سوما علمه يقينا من قوة شعبنا العظيم وصلابته أمام الشدائد وتماسكه ووحدته كالبنيان يشد بعضه بعضا بما أجعلني واثقا بإذن الله وفضله أن مصر ستعبر تلك المرحلة المضطربة إقليميا ودوليا وستواصل تقدمها ومثيل التنمياتها وبناء دولتها بما يحقق تطلعاتنا جميعا في وطن حر كريم ومستقبل مشرق لجميع أبناء الوطن كل عام وأنتم بخير ومصر في سلام وأمان واستقرار ودائما وأبدا وبالله العظيم تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته